بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره واهتدى هديه إلى يوم الدين أما بعد فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام الذي تشرف عليه رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ويقوم به إخواننا في التوجيه والإرشاد ومتابعة هذه الدروس نفع الله بجهود الجميع وجعل الأعمال خالصة لوجهه ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في هذا اليوم الثلاثاء السادس من الشهر السادس جماد الآخرة من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف نشرع على بركة الله وفضله ومنه وتوفيقه في تفسير الآية الثالثة والرابعة من سورة المجادلة من خلال تفسير الشيخ بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وأيضا في شرح عمدة الأحكام فضلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم قال المصنف رحمه الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف العلماء في معنى العود فقيل معناه العزم على جماع من ظاهر منها وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس وذلك إنما يكون بمجرد العزم وقيل معناه حقيقة الوطر ويدل على ذلك أن الله قال ثم يعودون لما قالوا والذي قالوا إنما هو الوطر وعلى كل من القولين فإذا وجد العود صار كفارة هذا التحريم تحرير رقبة رقبة مؤمنة كما قيدت في آية أخرى ذكر أو أنثى بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل من قبل أن يتماسى أن يلزم الزوج أن يترك وطع زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة ذلك الحكم الذي ذكرناه لكم توعظون به أي يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة إذا ذكر جزاكم الله خير إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه والله بما تعملون خبير فيجازي كل عامل بعمله فمن لم يجد رقبة يعتقها بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكين إما بأن يطعمهم من قوة بلده ما يكفيهم كما هو قول أكثير من المفسرين وإما بأن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لتؤمنوا بالله ورسوله وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان بل هي المقصودة ومما يزيد به الإيمان ويكمل وينمو وتلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها وللكافرين عذاب أليم هذه الآية بل هتان الآيتان موضوعهما وعنوانهما كفارة الظهار إذا حصل أن ظاهر الرجل من امرأته وقال لها أنت عليك ظهر أمي وعرفنا أن ذلك قول منكر وزور كما في الآية التي قبلها وأنه لا يجوز أبان في هذه الآية المخرج وهذا من لطف الله بعباده أن يبين لهم من الزواجر والكفارات ما يجعلهم يخرجون يخرجون من الجنايات التي وقعوا بها قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم لاحظوا في الآية التي قبلها الذين يظاهرون منكم من نسائهم وهنا الحكم عام والذين يظاهرون من نسائهم وقعوا في الظهار وقوله من نسائهم يؤكد قول جمهور أهل العلم أن المراد زوجاتهم الحرائر ولا يدخل فيها الإماء لأن المراد الزوجات ثم يعودون لما قالوا وهنا اختلف العلماء في المراد بالعود ما معنى ثم يعودون لما قالوا ذكر المفسرون رحمهم الله في هذه الآية عددا من الأقوال أوصلها بعض الفقهاء وبعض المفسرين إلى ستة أقوال والمصنف هنا ذكر قولين منهما وهما القولان المشهوران إما أن يراد أن يعودوا إلى الوطن وإما أن يعزموا على العود إليه والأول هو حقيقة الوطن الأقوال الستة التي ذكرها أهل العلم هي على ما يلي أولا أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره ثم يعود إلى لفظ الظهار فيكرره وإلى هذا ذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم وداود وذكر ابن عبد البر أن هذا القول قول فرقة من أهل الكلام كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله القول الثاني أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق من ظاهر من زوجته فإن عليه إما أن يكفر وإما إن كان لا يريدها فليسرح بالإحسان فالمراد بالعود أن يمسكها يعود إلى أن يمسكها بعد أن ظاهر منها زمانا يمكنه أن يراجعها أو يفارقها وإلى هذا ذهب الشافعية القول الثالث أن المراد بالعود الجماع الوط أو العزم عليه وإلى هذا ذهب الحنابلة القول الرابع أنه العزم على الجماع أو الإمساك عنه يعني إما أن يعود وإما أن يفارق وهو مذهب المالكية وروي عنهم أنه أيضا الجماع كما هو مذهب الحنابلة القول الخامس وإليه ذهب أبو حنيفة المراد بالعود أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية القول السادس وإليه ذهب ضعب أهل العلم إلى أن مراد به مقدمات الجماع أن يعود يعني يعمل مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والضم والنظر بشهوة ونحوها والاستمتاع وهذا قريب أيضا من قول الحنفي وأرجح هذه الأقوال والله أعلم أن المراد به الوطن أن يظاهر منها يعني يحرمها عليه ثم يعود جامعه فهذا لا يجوز أو مقدماته ولهذا فصل في هذه الآية حكم الظهار قال والذين يقولون ذلك القول المنكر الفضيع لنسائهم ثم يعودون لما قالوا أي ثم يريدون العودة إلى ما حرموا على أنفسهم بلفظ الظهار من الاستمتاع أو الجماع ففي هذا تنزيل القول منزلة المقول تنزلة القول تنزيل القول تنزيل القول منزلة المقول فيه واللام في قوله يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا بمعنى إلى أي يعودون إلى ما قالوا أو يعودون لما قالوا إما أن يسكتوا عن الطلاق بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه كما ذكرنا في قول الشافعي أو إما باستباحة الوطء أو الملامسة والنظر إليها بالشهوة كما قال هو الحنفية هو الشافعية أو بالعزم على جماعها كما قال المالكية إذا حصل العود فتأتي الكفارة ما هي الكفارة تحرير رقبة يعني عطق رقبة ولاحظوا هنا جاءت الرقبة مطلقة وهذه مسألة أصولية يذكرها الأصوليون في باب المطلق والمقيد المطلق ما هو المطلق هو الذي يدل على فرد شائع لم يقيد أو لم يحدد لفظ شائع بنفسه مثل فتحرير رقبة هو يدل على لفظ مفرد لكنه شائع هل هي مؤمنة هل هي كافرة هل هي صحيحة هل هي سليمة هل هي معيبة وأما المقيد فإنه يدل على اللفظ المفرد الذي يقيد أو يحدد بلفظ مستقل كما في آية كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة هذا مطلق ولا مقيد مقيد لأنه قيدها بالإيمان وأما آية المجادلة فجاءت مطلقة فتحرير رقبة فهل يحمل المطلق على المقيد اختلف الأصوليون شف صور حمل المطلق على المقيد أربع صور أن يتحد الحكم والسبب اثنين أن يختلف الحكم والسبب ثلاثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب الرابع أن يختلف الحكم ويتحد السبب في هذه الآية اختلف أهل العلم على قولي جمهور أهل العلم على حمل المطلق على المقيد فلا يصح إلا تحرير رقبة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد ويدل عليه حديث الجارية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله قالت في السماء قال لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة فهذا يدل على استراط الإيمان وذهب الحنفية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد نلتزم وهو مذهب الظاهرية نلتزم بما هو ظاهر الآية جاءت تحرير رقبة مسكوت عنها هل هي مؤمنة غير مؤمنة هذا ليس إلينا ولكن الصحيح هو جمع النصوص بعضها مع بعض نصوص القرآن فلا يترك المطلق إلا بعد فلا يعمل بالمطلق إلا بعد النظر إذا وجد ما يقيده وهكذا وإن كان الأصل العمل بإطلاقه لكن إذا بحث عما يقيده ووجد في النصوص ما يقيده فيجب حمل المطلق على المقيد على قول جمهور الأصوليين ولهذا يجب في تحرير الرقبة أن تكون مؤمنة أي قال الواجب عليه اعتاق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الرقبة الكافرة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل ومن شروط الرقبة السلامة من العيوب أن يعتق أي رقبة مؤمنة ولا يجزئ عتق الكافرة وإن كان الحنفية والظاهرية يرون العموم لكن ذلك خلاف الراجح والله تعالى أعلم ما معنى فتحرير التحرير جعل الإنسان حرا وهو خلاف الرقيق والعبد والأمة والرقيق معناه مرقوق أي مملوك سواء كان مؤمنا أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا عربيا أعجميا فيعتقها بنية بنية الخروج والعمل بكفارة الظهار ما حكم اعتاق الرقب غير المسلمة يجوز أو لا يجوز يجوز على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ما حكم لو أعتق امرأة رقبة أنثوية لا بأس لا مانع ما الحكم لو أعتق صغيرا فلا بأس أيضا فإذا نعمل على الإطلاق المهم أن تكون مؤمنة وسالمة من العيوب قال فتحرير رقبة الفاء هنا رابطة للخبر بالمبتدأ كالشرط كفاء الشرط وفيها معنى السببية ومن فوائدها الدلالة على تكرار وجوب التحرير بتكرير الظهار فتحرير رقبة مؤمنة إذا كرر المظاهر الظهار ولم يكفر فكم يلزمه من كفارة كم يلزمه من كفارة اختلف أهل العلم في هذا إن مثل اليمين لو كرر اليمين ثم كفر تكفي كفارة واحدة لكن لو كرر اليمين بعد التكفير فإن عليه أن يعيد الكفارة لأن تكرر السبب يجب تكرر المسبب فلو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاث أو في مجالس متفرقة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه بكل ظهار كفارة وإليه ذهب الحنفية والراجح والله أعلم أنه إن كرره قبل أن يكفر فتكفي كفارة واحدة وإن كرره بعد الكفارة فإن عليه أن يعيد الكفارة من شروط هذه الكفارة أن تخرج قبل التماس من قبل أن يتمس أي من قبل أن يحصل المسيس بينهما بالوطء أو بمقدماته من قبل أن يستمتع المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا أو تقبيلا ولمسا ونظرا إليها بشهوة لأن اسم التماس يتناول الكل وكذلك الملامسة في آية أو لامستم النساء وإن كان الجمهور على أن المراد به الجماع وإن وقع شيء من ذلك قبل التكفير فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر لأنه ارتكب أمرا محرما ولا يعود حتى يكفر وليس عليه شيء سوى الكفار وهذا أيضا يؤكد على أن المرأة لا يجز لها أن تدع زوجها أن يقربها قبل أن يكفر لأنه نهاهما جميعا عن المسيس قبل الكفار قال من قبل أن يتمس فالخطاب للرجل والمرأة وإلا لو كان الخطاب للرجل لقال من قبل أن يمس امرأته والمعنى أي والذين يقولون هذا القول المنكر الزور ثم يتداركون بنقضه ويرجعون عما قالوا فيريدون الجماع فعلى كل واحد منهم عتق عبد أو أمة قبل التماس إن كان ذلك لديه يعني إن كان مستطيعا لعتق الرقبة أو الرقبة موجودة ويستطيع دفع ثمانها لكن إن لم توجد الرقبة كما في هذا الزمن في هذا الزمن لا يكاد يذكر أن يوجد فيه رقاب ويذكر أنه يوجد في بعض الدول لكن الذي يظهر أنه غير موجود فبناء عليه ينتقل إلى الذي بعده أو وجدت لكن ليس عنده ثمنها ففي هذه الحالة يأتي الحكم في الآية الثانية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الحاصل أن قوله فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس ما الحكم ذلكم أي الحكم بالكفارة أيها المؤمنون أيها المكلفون أيها المسلمون أيها المخاطبون أيها المظاهرون وهو مبتدأ ذلك مبتدأ خبره توعظون به والوعظ هنا المراد به الأمر والزجر لأنه ارتكب منكرا وقولا وزورا لأن الوعظ زجر يقرن بتخويث الوعظ هو الزجر الذي يقرن بالتخويث والترهيب وأيضا الترغيب تزجرون به من ارتكاب المنكر المذكور فإن الغرامات والكفارات زواجر من تعاطي الجنايات هذه قاعدة قاعدة فقهية الغرامات زواجر عن تعاطي الجنايات لأن لما في كفارة كل ظهر من زوجته ووقع في هذا الأمر المنكر لكن لما أوجب عليكم الكفارة ذلكم توعظون به يعظكم أن لا تعودوا للظهار مرة أخرى ولا لغيره من المحرمات فالمقصود من شرع الحكم والكفارة ليس التعريض للثواب بالمباشرة لتحرير الرقبة الذي هو علم في استتباع الثواب العظيم بل المراد الردع والزجر عن مباشرة ما يجبه فالحاصل أن في المؤاخذة الدنيوية نفعا لكل من المظاهر وغير المظاهر المظاهر يتوب إلى الله ويكفر ولا يعود إلى ما وقع منه وغير المظاهر لا يقع في الظهار أصلا كما نقول في القتل وفي مشروعية الحكمة من القصاص لأن القاتل يرتدع ولو علم كل قاتل أنه سيقتل لما أقدم على القتل ولكم في القصاص حياة ولهذا كان العرب في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل فجاء الإسلام بإقرارهم بهذه الآية العظيمة فيحصل للمظاهر الكفارة والتدارك ولغير المظاهر الاحتياط والاجتناع ثم ختم هذه الآية بتذيير عظيم بقوله والله سبحانه بما تعملون العمل كل عمل أو عمل الظهار والتكفير منه ونحو ذلك من قليل أو كثير والله بما تعملون خبير أي عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيكم بها فاحفظوا حدوده وما شرعه لكم ولا تخلوا بشيء منها فإنه بما تعملون خبير مطلع على أعمالكم كلها والمعنى أنه إذا شرع لكم حكم الكفارة عند طلب العودة إلى المسيس ليكون ذلك زاجرا لكم من ارتكاب المنكر فإن الكفارة تمنع من وقوع الجرم والله خبير بأعمالكم هل كفرتم أو لم تكفروا هل قمتم بما أوجب عليكم أو لم تقوموا لا يخفى عليه شيء من أموركم وهو مجازيكم بها فانتهوا عن قول المنكر وحافظوا على شرع على ما شرع لكم من الحدود ولا تخلوا بشيء منها وفي هذه الآية تأكيد على علم الله سبحانه وتعالى وأنه عالم بكل شيء ببواطن الأمور وظواهرها فلا يخفى عليه شيء وفيه أيضا أهمية المراقبة لله عز وجل في الأعمال إذا كان الناس لا يرونك ولا يخبرونك فإن الله بما تعملون خبير هذه الآية الثالثة إنت أين مما فيها من معرفة معناها تحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مطلقة ومؤمنة في آية القتال في آية القتل فيحمل المطلق على المقيد وأيضا في الآية التي بعدها من لم يجد تحرير الرقبة فمن لم يجد وهنا من لطف الله بعباده والتوسع عليهم يبين هنا حكم العاجز عن التكفير بعطق الرقبة فمن لم يجد إذا ظاهر المظاهر ولم يجد الرقبة في ملكه أو عجز عن قيمتها عجزا فاضلا عما لا بد له منه من بعد سكنه وقوته وثيابه والذي غاب ماله فهو واجد بأن كان فقيرا وقت الكفارة فإن ذلك ينتقل منه من التحرير إلى صيام الشهرين فصيام شهرين أي فعليه أن يصوم شهرين وجاء في الشهرين متتابعين كما في آية القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فهنا اتحد الحكم والسبب شهرين متتابعين أيضا في كفارة الظهار شهرين متتابعين أي متواليين ليس فيهما شهر رمضان ولا الأيام الخمسة التي يحرم صيامها وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق هذه الأيام الخمسة يحرم صيامها فإذا أراد أن يصوم شهرين الذي عليه كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وقعت على أهلي في رمضان قال أعتق رقبة قال لا أستطيع قال صم شهرين متتابعين أي متواليين فلا يجوز أن يكون بينها رمضان ولا يجوز أن يكون بينها أيام العيد ولا أيام التشريق لكن لو حصل عذر من التتابع بمعنى بمعنى أن مرض أو حصل له سفر أو طار فهل ينقض تتابعه أو لا إن كان من عذر شرعي قاهر فهو معذور كما لو عذرت المرأة صامت شهرين وجاءتها العادة الشهرية فهي معذورة فتستأنف إذن هل يلزم التتابع أو لا يلزم نعم يلزم التتابع والمراد بالتتابع التوالي بحيث يكون ليس ثم عذر فلو صام تسعة وخمسين يوما وفي اليوم الأخير أفطر فإن عليه أن يعيد وقد يقول قائل هذا تشديد أليس الجناية في عدم مراعاة حدود الله وتطبيقها نوع من الجناية كالقتل والظهار وأيضا الجماع في نهار رمضان فتلك حدود الله وعليها الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله عز وجل الشافعية والمالكية يقولون إن أفطر بعذر كمرض أو سفر فإنه لا يستأنف بل يبني على ما صام أي فعليه صيام شارين متتابعين من قبل أن يتماس تصوم ثم تأتي أهلك أيها المظاهر أما أن تأتيها قبل أن تصوم شهرين فلا يجوز وعليك أن تجع إلى الكفارة من جديد أي من قبل أن يجامع المظاهر والمظاهر منها ليلا أو نهارا عمدا أو خطأا والمعنى أن من لم يجد رقبة ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفايته فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين من قبل التماس فإن أفطر يوم من الشهرين لزمه الاستئناف بصوم جديد لزوال التتابع فمن لم يستطع صيام الشهرين بأن كان مريضا أو شيخا كبيرا لا يقدر على الصيام هرم أو مريض أو زمين أو عاجز لكبر سنه أو مرضه أو مرضه لا يرجى برؤه أو من من به مرض لا يستطيع الصبر عن زوجته فالمختار من أقوال المفسرين والفقهاء وأهل العلم أن ينتظر البرؤ حتى يقدر على الصيام فإن لم يستطع أو عرف أنه لا يستطع ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدر على الصيام أجزأه ذلك ومما ذكر من الأعذار مرض الشبق المفرط الذي لا يجعل الإنسان يصبر عن زوجته فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للأعراب أن يأخذ الفدية لأجله قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني قال اذهب فأطعمه أهلك وهذا من يسر هذا الدين من لم يصم شهرين أو لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا ستين مسكينا من قبل أيضا أن يتمسا يطعم ثم يأتي أهله حملا للمطلق هنا على المقيد قبله وإلا ما ذكر من قبل أن يتمسا في الإطعام قال فإطعام ستين مسكينا لكننا نحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب في الآية التي قبله كما في صيام الشهرين وكما في تحرير الرقبة من قبل أن يتمسا فكذلك الإطعام من قبل أن يتمسا وبه يحصل الزجر من الوقوع في الظهار وهنا حمل للمطلق على المقيد في الإعتاق والصيام عند غير أبي حنيفة عند الجمهور أما أبو حنيفة رحمه الله فيجري الآية على ظاهرها فلو أنه حصل تمسا أثناء الإطعام فلا حرج عليه على القول الثاني وعليه الحرج عند قول الجمهور والله أعلم لكن لماذا قيد المسكين لو أطعم الفقير لو أطعم ابن السبيل لو أطعم العاملين عليها أطعم الغارمين الذين جاء ذكرهم في الآية في سورة التوبة الصدقات أصناف الصدقات وأصحاب الصدقات الثمانية لماذا خص المسكين قالوا خرج مخرج الغالب وجاء ذلك اتفاقا لجواز صرفه إلى غيره فالفق إذا كان المسكين هو الذي يجد أحيانا نصف الحاجة فالفقير الذي لا يجد حاجة البتة ففيه أيضا قياس الأولى ومفهوم الأولى فهو اتفاقي من باب أيضا من باب من باب أن ذلك معتاد واتفاقي وتأكيدي وإن لا يجوز أن يكونني غير الفقراء من من الأصناف الثمانية التي ذكر التي ورد ذكرهم في مصارف الزكاة فعليه أن يطعم ستين مسكينا المقدار الستين هنا هنا يأتي مفهوم العدد الستين هنا إذا جاءت الستين بلا صارف لها عن العدد المحدد وبما لا يؤكد على غير المفهوم وبما تؤكده النصوص كما دل عليه حديث أطعم ستين مسكينا ففي هذا نص أيضا فيقال لابد أن يطعم ستين مسكي فلو أطعم مقدار ما يأكله ستون مسكينا لشخص واحد كان ذلك إطعام شخص واحد وليس إطعام ستين مسكين وكم المقدار لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره يعني كيلو أو كيلوين ونصف كيلو من البر أو كيلوين ونصف من الأرز أو غيره من قوت البلد وهذا قول الحنفية وقال الشافعي وغيره لكل مسكين مد وهو مذهب الحنابلة والجمهور والظاهر من الآية أن يطعمهم يطعم هؤلاء الستين حتى يشبعوا ولو ذهب بهم إلى المطعم أو إلى المطبخ وأخذ لكل واحد منهم نفر من الأرز وفيه شيء من اللحم فيكفي إن شاء الله ولا يلزمه أن يجمعهم مرة واحدة يعني يمكن أن يطعم عشرة ثم عشرة ثم عشرة المهم أن يتم الستين حتى يشبعوا بل يجوز له أن يطعم بعض الستين في يوم وبعضهم في يوم آخر المهم من قبل أن يتمس خلافا لمذهب الحنفية والإشارة بقوله ذلك أي إلى ما تقدم ذكره من الأحكام وهو مبتدأ خبره محذوف مقدر أي ذلك البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها واقع كائن لماذا لتؤمنوا بالله ورسوله ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل النصب بفعل محذوف والتقدير فعلنا ذلك لتصدقوا بالله ورسوله وتعملوا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما كنتم عليه في جاهليتكم وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدوها ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور ولا إلى غيره تلك الأحكام المذكورة سابقا تلك حدود الله وتلك حدود الله هذا خبر المبتدأ تلك أي وتلك الأحكام المذكورة من تحريم الظهار وإيجاب العتق للواجد وإيجاب الصوم لغير الواجد إن استطاع وإيجاب الإطعام لمن لم يستطع حدود الله تلك حدود الله التي لا يجوز تعديها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه تلك حدود الله وشرائعه الموضوعة لعباده التي لا يجوز تجاوزها إلى ما يخالفها وللكافرين الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون بها ولا يقبلونها عذاب أليم أي مؤلم موجع والأليم بمعنى المؤلم يجوز أن يأتي فعيل بمعنى مفعول وفي إثبات العذاب للكافرين حث للمؤمنين على قبول الطاعة ولزوم حدود الله وعدم الكفر بها في ارتكاب ما حرم الله عز وجل وفي هذه الآية من الهدايات والحكم والأحكام ما ذكر المصنف رحمه الله أولا منها لطف الله بعباده واعتناؤه بهم حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها ورفع عنها البلوى بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية نعم هذا من لطف الله عز وجل كما قلنا أن الكفارات أو الزواجر أحيانا أو الجوابر هي جوابر عن الزواجر الكفارات من لطف الله عز وجل بعباده في هذه الدنيا قبل أن يقع عليهم العذاب في الآخرة فطهرهم في الدنيا كما في تطهير الزاني وكذلك القاتل ومثله المظاهر نعم فهذا من لطف الله بعباده لا يشرع هذا الحكم لأنه لو لم يشرع كان فيه عنت ومشقة من ظاهر من زوجته أو من طلق أو من وقع في أي أمر من الأمور المخالفة فما المخرج منها أبان الله لعباده المخرج منها لطفا من الله بعباده نعم ومنها أن الظهار مختص بتحريم الزوجة نعم كما قلنا من نسائهم الذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم فهو يختص بالزوجة فلا تدخل الأمة نعم لأن الله قال من نسائهم فلو حرم أمته لم يكن ذلك ظهارا صحيح بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقط لكن لو ظاهر من أمته كان ذلك يمينا علي أن يكفر كفارة اليمين نعم ومنها أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها شلون يظاهر من امرأة ما تزوجها مثل بعض الشباب الآن عمره خمسة عشر سنة يقول علي الطلاق وهو ما تزوج هذا تلاعب بحدود الله فالزواج مهم جدا ولا يكون الظهار ولا الطلاق إلا للزوجة أو على الزوجة نعم لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار نعم من نسائهم كما لا يصح طلاقها كما لا يصح طلاقه سواء نجز ذلك أو علقه نعم سواء يعني أنجزه بمعنى أقره على الفور أطلقه على فوره أو علقه فقال إن قمت إن قعدت إن جاء رمضان إن حجينا مثلا فكل هذا ينبغي أن يراعى للمظاهر والمطلق نعم ومنها أن الظهار محرم لأن الله سماه منكرا من القول وزورا هذا واضح نعم ومنها تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته على وجه الحكم نعم نعم لأن الله تعالى قال ما هن أمهاتهم صحيح التأكيد على ذلك لأنه لو ظهر منها وقال أنت عليك ظهر أمه ليست أمه في ما تختص به الزوجة نعم ومنها أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها باسم محارمه كقوله يا أمي يا أختي ونحوش خشية أن يكون ذلك مدعاة للتساهل بالألفاظ الشرعية وأنه قد يحل له كما يحل له من زوجته فالزوجة يقول لها زوجتي حبيبتي غالية عزيزتي كذا أما الأم فيقول لها يا أمي يا والدتي والأخت كذلك يا أختي يا كريمتي والبنت يا بنتي يا لطيفتي يا ثمرة فؤادي يا فلذة كبيدي ومن هذا الكلام الطيب أما الأم والأخت للزوجة فلا يقال لها أنت يا أمي يا أختي فليتنبه لهذا وقد يقال أنه يقصد برها وتقديرها واحترامها أيضا ينبغي أن لا يستعمل سدا للذريعة نعم قال لأن ذلك يشبه المحرم نعم وما أشبه المحرم فيخشى أن يكون منه وبينهما أمور مشتبهات فيترك المشتبه والمتشابه خشية الوقوع في المحرم نعم ومنها أن الكفارة إنما تجيب بالعود والعود على ما ذكرنا من خلاف أهل العلم والذي يظهر أنه الجماع ومقدماته لما قال المظاهر على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الضيار صحيح ومنها أنه يجزء في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى لإطلاق الآية في ذلك نعم ومنها أنه يجب إخراجه طيب لقائنا أن يقول ليش ما قلنا في هذا مثل ما قلنا في مؤمنة المؤمنة قيد جاء به النص في كفارة القتل نعم وما الصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والعجمي فلا دليل عليه فيبقى على إطلاقه نعم ومنها أنه يجب إخراجها إن كانت عتقا أو صياما قبل المسيس كلها قبل المسيس الرقبة والصيام بل وحتى الإطعام خلافا لماذا بأبي حنيفة وسيرا على ما سار عليه جمهور أهل العلم كما قيده الله بخلاف كفارة الإطعام فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها صحيح نعم وهذا أيضا مبني على الخلاف وهنا الحقيقة ينبغي أن نؤكد على قضية مهمة ويحتاجها طلاب العلم وبعض أهل الشبهات والشهوات يجتزئ النصوص لابد في نصوص القرآن والسنة أن يضم بعضها إلى بعض فيه عام وفيه خاص فيه مطلق فيه مقيد فيه ناسخ فيه منسوخ فيه مجمل فيه مبين وهكذا أما أن يأخذ نص ظاهر أو عام دون أن ينظر أو مطلق دون أن ينظر إلى مخصصه فقد يقع في المخالفة ولهذا كثير من الناس يقع في أمور كثيرة ويجتزئ نصوص القرآن مثل فويل للمصلين يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة ولا محتج بهذا عاقل فلنحرص على ربط نصوص الوحيين بعضهما ببعض ونذهب إلى البحث عن مخصص إن كان عاما أو مقيد إن كان مطلق أو ناسخ إن كان منسوخ أو مبين إن كان هناك إجمال والذي يبين هذا أهل العلم ولهذا وقع كثير من الناس في التكفير والتفسيق والوقيعة في العلماء من خلال اجتزاء النصوص فليتنبه لهذا الأمر نعم ومنها أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر لإخراجها صحيح لكن لو قلنا لا يمكن أن تقرب زوجتك حتى تصوم حتى تعتق رقبه حتى تطعم بادر بإخراج الكفارة ومنها أنه لا بد من إطعام ستين مسكينا ستين نعم للنص فلو جمع أحيانا يأتي العدد لا مفهوم له وهذا يذكره الأصليون في الاحتجاج بمفهوم العدد مثل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له لو استغفر لهم مئة مرة فلن يغفر الله له إذن هنا العدد لا مفهوم له وإنما الذي تؤكده الشواهد والنصوص والقرائن والأدلة الأخرى نعم وهذا الستين مسكين دلت عليه النصوص الأخرى في الكتاب وفي السنة نعم فلو جمع طعام ستين مسكينا ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم يجزي ذلك صحيح لأن الله قال فإطعاموا ستين مسكينا واجب الوقوف عند النص ما في ابنتها نعم ومنها حكم الظهار وحكم المظاهر وكفارة الظهار وأنها مبنية على الترتيب أيضا لاحظوا مبنية على الترتيب فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعاموا ستين مسكين ليست على التخيير فليلاحظ هذا كما في كفارة الأيمان لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد يعني فيها تخيير وبعده يأتي الترتيب أيضا من الأحكام لو جامع المظاهر قبل إخراج الكفارة فإنه يتوب إلى الله ويستغفر ويخرج الكفارة ولا شيء عليه ولا شيء عليه لما روى الترمذي وأهل السنن من حديث الأعرابي في ذلك طاعة الله ورسوله إيمان وجوب التزام الحدود حدود الله وعدم الوقيعة فيها والحذر من معصية الله ورسوله فإن ذلك من الكفران وللكافرين عذاب أليم في الدنيا أو في عذاب النار العموم العموم قد يجد الكافر العذاب في الدنيا وقد يرجئه الله عز وجل إلى عذاب النار والعياذ بالله الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أحسنت ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عائشة في أيضا السنن النوافل لكنه مرتبط بكتاب الصلاة أفضل صلاة الجماعة ووجوبها لارتباط النافلة لا سيما السنن الرواتب بوجوب الصلاة ووجوبها جماعة وهنا حديث عائشة في البخاري ومسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر موضوعه تأكيد سنة الفجر الراتبة وأنها آكد السنن لما في الحديث وعند مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها النوافل جمع نافلة والنفل الزيادة والمراد هنا الرواتب التابعة للفرائض لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا يعني محافظة على الشيء وتجديدا للعهد به على ركعتين الفجر المراد بها السنة للفريضة لماذا؟ لأن الفريضة واجبة الفريضة واجبة وهنا يقول لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها أي ما في الدنيا من المال والأهل والجاه والمنصب والشهادات والبنين من زينة الدنيا وزخارفها وزهرتها وفي هذا الحديث تأكيد على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النوافل والمواظبة عليها وعلى السنن الرواتب لكن سنة الفجر كان أشد حرصا ومواظبة عليها فهذا الحديث حديث عائشة يؤكد ذلك لم يكن أشد حرصا وحفاظا وتعاهدا منه على ركعتي الفجر وهم الركعتان بين الأذان والإقامة لصلاة الصبح وأنه أكد عليه الصلاة والسلام المحافظة عليها فقال خير من الدنيا وما فيها ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا في الحضر ولا في السفر وفي هذا الحديث أحكام ومسائل المسألة الأولى ما حكم ركعتي الفجر الأحاديث تغافرت على الحث عليها وتأكيدها ولهذا اختلف أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنها واجبة ركعة الفجر يعني سنة الفجر الراتبة أنها واجبة ويحكى ذلك عن الحسن البصري وقول عند الحنفية واختاره الشوكان أنها واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أكد عليها وذلك لا يكون إلا على واجب واستدلوا أيضا بما روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ركعة الفجر وإن طردتكم الخيل يعني إذا كنتم في السباق في الجهاد وطردتكم الخيل وأعلن النفير وأنتم تصلون الفجر وأنتم تصلون هذه السنة فلا تدعوها صلوها ثم الحقوا بالخيل وجه الدلالة أن ذلك يقتضي الوجوب لأن النهي عن تركها حقيقة في التحريم وما كان تركه حراما كان فعله واجبا ما كان تركه حراما كان فعله واجبا لا سيما مع تعقيبه بقوله ولو طردتكم الخيل أي الفرسان فلابد من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي ولا ولا قرينة هذا على مذهب الحنفية وبعض أهل العلم والجواب أن حديث عائشة صريح صريح في قوله لم يكن صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا على النوافل وهذا دليل على أنها سنة مؤكدة وليست واجبة فهذا صارف من الوجود إلى أن السنية والاستحباب بلا نزاع وحديث عائشة في الصحيح ومتفق عليه ولهذا فالقول الثاني أنها سنة مؤكدة هو الراجح ومع ذلك فلا ينبغي التساهل فيها ولا في غيرها من السنن لأن عائشة تقول على شيء من النوافل مع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وجوب غير الصلوات الخمس حينما جاءه السائل وقال هل علي غيرها لما سأله قال تصلي الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وفي رواية قال لا أزيد عنها ولا أنقص قال أفلح إن صدق فهذا يدل على أن ركعة الفجر سنة وليست واجبة ما صفة ركعتين الفجر صفتهما صفتها أنها سصلى خفيفة السنة أن يخففها لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا انتفق عليه فهذا دليل على التخفيف التخفيف حتى إن عائشة تقول هل قرأ بالفاتحة من أنه يخففها وفي هذا دليل على أن إثقالها من بعض الناس ليس من الفقه فينبغي أن يراعى فيها التخفيف التخفيف بالتمام ماذا يقرأ فيهما يقرأ فيهما هناك ثلاث روايات أنه يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم والقول الثاني وهو عند ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية السادسة والثلاثون بعد المئة من سورة البقرة وفي الركعة الثانية آية آل عمران قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية الرابعة والستين من سورة آل عمران وهذا عند مسلم من حديث ابن عباس والقول الثالث أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر الأولى قولوا آمنا بالله مثل القول الثاني وأما الآخرة آمنا بالله واشهد بأن مسلمون في آل عمران نفس قولوا آمنا بالله أو قل آمنا بالله لكنها في آل عمران الآية الثانية والخمسون وهذا عند مسلم والراجح والله أعلم أنه يقرأ بهذه تارة وبهذه تارة لأنه ما ورد فيه أدلة وأحاديث تفعل مرة ومرة كما في دعاء الاستفتاح فإن السنة أن ينوع يقرأ مرة في سورة في ركعتين الفجر الكافرون والإخلاص ومرة قل يا أهل الكتاب قلوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالوا ومرة قلوا آمنا بالله وأيضا قل آمنا بالله في أهل عمران وإذا قرأ تارة بالسورتين وتارة بالآيتين كان أفضل عملا بالنصوص كلها المسألة الثالثة باختصار أفضل السنن الرواتب اتفق الفقه على أن أفضلها سنة الفجر سنة الفجر لحديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وحديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر وأيضا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها لهما أحب إلي من الدنيا جميعا لم يكن يتركها حضرا ولا سفرا أما ما لم يدع صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهدا تعني النبي صلى الله عليه وسلم فركعتان قبل الفجر رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط لو فاتت الإنسان صلاة الفجر فإن عليه أن يأتي بالراتبة ثم يصلي صلاة الفجر لو أتى إلى الجماعة وهم يصلون يصلون الفريضة فإن عليه أن يدخل معهم وعليه بعد ذلك أن يقضيها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس خروجا من الخلاف وما يفعله بعض الناس من أنه يصلي الركعتين والإمام يصلي فهذا مردود بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لكن لو نام عنها ولم يبق إلا وقت يصلي فيه الفريضة فقط فإنه يصلي الفريضة ثم يصلي النافلة لكن لو قام من الضحى فإنه يصلي النافلة أولا ثم يصلي الفريضة إذن من فوائد الحديث استحباب ركعتين الفجر المؤكد حتى إن بعض أهل العلم قال بوجوبها وأنها أفضل الرواتب فلا ينبغي تركها الفضل العظيم لركعتين الفجر حيث إنها خير من الدنيا وما فيها والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ومتاعها قليل يوشك أي يزول ويبقى على المرء حسابه وأما عمل الآخرة فالقليل منه كثير في الآخرة أن إهمال السنن قد يؤدي إلى إهمال الواجبات وإهمال ركعتين الفجر والتفريط فيهما على سهولتهما وندب الشارع إليهما وتعظيمه لثوابهما حرمان من الخير العظيم أن السنة التخفيف في ركعتين الفجر أن السنة أن ينوع فيما يقرأ فيها على ثلاث روايات ثابتة في الصحيح وبهذا ينتهي الحديث عن فقه هذا الحديث سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يحقن دماءهم وأن يحفظ أمننا وأماننا واستقرارنا وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر وأن يوفق ولاة أمرنا وأن يوفق رجال أمرنا وأن يبسط على بلادنا الأمن والأمان وعلى بلاد المسلمين وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان وأن يصلح أحوالهم ويحقن دماءهم وأن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يحفظ المسجد الأقصى وأن يجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين وأن ينصر إخواننا في غزة على اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين المحتلين إنه قوي عزيز وأن يرزقهم النصر والعزة إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا محصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يوفقنا في أعمارنا وأعمالنا وحياتنا إلى خيري الدنيا والآخرة إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر